ناتذة مالك بينتظر نتيجة الكشف الطبي اللي هيخضع له زكريا الوردي لعب وسط الرجاء المغربي الصابق لحسم صفقة انتقاله لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصافية هو ناتذة مالك خلص معاه كل حاجة هيبص بس على الكشف الطبي اللعب موجود فيه القاهرة منذ أيام وهيتم حسم الصفقة أو هيتم الإعلان عن حسم الصفقة بشكل رسمي فور انتهاء اللعب من إجراءات الكشف الطبي مصدر مقرب من اللعب قال لرقم عشرة في تصريحات خاصة زكريا هيبزل قصار جهده من أجل إسعاد عشاق القلعة البيضاء وهو سعيد بخطوة الانضمام لأحد أجباء الأندية في القرى الأفريقية الوردي هيحل الكثير من مشاكل الزمالك اللي ظهرت مع رحيل فرجاني ساسي إلى الضحيل القطري واعتقد أن المداري فريلا لديه رؤية جيدة للمواهب ويحتاج إلى لعبين شباب مثل زكريا قال كمان أن الزمالك بطل في مصر وأفريقيا وهو البوابة الأفضل لزكريا لمشاركة في كأس العالم المقبلة وكأس الأمم الأفريقية وقال لجمهور نادي الزمالك أنهم هيستمتعوا بكرة القدم الجميلة مع زكريا الوردي لعب مهم ولعب هايل هايل لو الزمالك حسم أمره بعد الكشف الطبي كمان مصدر بنادي الزمالك قال لنا في رقم عشرة أن يوسف أوباما بيستنى أو مستني عرض رسمي من نادي الاتفاق السعودي هو كان خد وعد من كارتيرون أنه هو هينضم أو هيخده معاه في الاتفاق السعودي وفريلا من ناحيته مش ممانع رحيل أوباما سواء عن طريق البيع أو عن طريق الإعارة وفعلا هو واضح أنه الراجل فريلا مش معتمد بشكل كبير جدا على أوباما الفترة دي ده بالنسبة لأوباما هو ملعب مهم بس محتاج طبعا أنه يشتغل أكتر في مراكز مختلفة عشان الراجل بيحب اللعيبة اللي تلعب أكتر من مركز نادي الزمالك دخل في مزايدة مع بيراميز على ضم الحارس محمود جاد حارس مرمى أمبي بعد عدم اتمام صفقة انتقاله لسفوف وجن الإنجليزي بيراميز عايز اللاعب الزمالك عايز اللاعب والمقابل المادي اللي طلبه أمبي هو مقابل كبير أمبي كان رفض عرض وجن أو عطل عرض وجن بسبب أن المقابل المادي مش مقابل مردي لنادي أمبي سألني على الرأي نفس اللاعبة دي تطلع في أوروبا يعني كل لعب موهوب عنده موهبة كبيرة عنده بوتانشيل أو واعد لعب واعد ببقى نفسي أشوفه في أوروبا بدري بدري حمنوا نتخاني على اللعيبة المهمة هنا بيننا وبين بعض في مصر وبنسيب أوروبا دي للعابين الأفارقة التانيين نفسي اللعيبة بتاعتنا كلها تطلع في أوروبا طبعاً أمبي من حقه ياخد المقابل اللي هو يشايفه مناسب للاعابه طبعاً طبعاً يعني أنا دايماً ما بحبش إيه أجعل أندي أقول إيه ما تسيبوا يا جماعة اللعيبة تطلع في أوروبا لا ما هو برضو هو بيطلع اللعيبة دي عشان يكسب فيها فلوس ويلعب بيها شوية ويكسب فيها فلوس استثمار يعني بس لو الدنيا سهلة لو الدنيا تعدي لو هتفرق في حاجات بسيطة سيبوه يطلع في أوروبا أحسن أحسن له وأحسن لنا بلعابي نادي زمالك قبل المران النهاردة قال لهم عندي رسالة واحدة لكم قبل مباراة الاتحاد أنا بهنيكم بالفوز على فرقه لكن هي مجرد مباراة وانتهت مش عاجبني الاحتفالات اللي حصلت على حساباتكم على مواقع التواصل الاجتماعي لازم كلنا نركز عشان نفوز في المباراة اللي جاية قدام الاتحاد هي أهم مباراة خلال الموسم الحالي فوز بيها هيمنح الفريق لقب الدوري وعليكم الاجتهاد والعمل بشكل أكبر والتركيز على حسم اللقاء للتدويج بالدرة